الفرق بين مفتاح 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 هذا مفتاح هذا مفتاح مفتاح لأنا عندي لمبة بركب المفتاح على الفردة الحية بأن يسموها الناس برا أو اللايب لأنا عندي لمبة أجي لمبة أجي مفتاح فإنك بقيت هذا مفتاح نسيح نسيح هذا مفتاح هذا مفتاح فإنك بقيت نسيح فإنك بقيت مفتاح مفتاح ايه الفايدة مني تعال نأخذ مثلا 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 وحدات التكييف التكييف غالبا خلينا في تكييف سبلاد يبقى عبارة عن اموت يونيت اندور يونيت و اوتدور يونيت الوحدة الداخلية التي ترى هي التي تبقى الهواء والاوتدور تبقى فوق على السطح تمام الآن حصل المشكلة فوق على السطح وعايز يبدأ يفك الوحدة الخارجية التي يعمل فيها هيا اعمل ايه يجب ان نفس الكهربا الاول لان نفس الكهربا سيقصلها من المفتاح اللي موجود في الغرفة تحت التكييف العالي هيا احصل كده ويطلع يشتغل جيه واحد غريب اللي مفتاح ده ايه مفتاح كده الراجل مد طب عشان ننع ندرس القصة نعمل ايه ونحطينا جنب الوحدة اللي فوق مدام ما ندخل الكابل عيونك مباشرة جينا قبل الوحدة ونحطينا ديس كونيكت سويتش سويتش ده بيبقى عبارة عن سويتش كده بيفل الاثنين مع بعض او بيمتح الاثنين مع بعض يدوين او محففصل يروح الكابل ايه او عبارة عن مراتين من الداخل يلمس يعشق كده مع بعض يبقى الكهرباء اللي جاية من المصدر رايحة للوحدة او فصلت بي او اوبن سيركت وبالتالي حصل ان يجيش تيار من المر هنا ايه لازمت ده؟ اننا لو فاتح ده بفوق خلاص منزل السكينة دي او الديس كونيكت سويتش حتى لو الراجل تحت فتح السويتش برضو الراجل اللي فوق مش اكتر ودي دايما دايما حسب كود الكهرباء السعودي بتشترق ان الديس كونيكت سويتش دي تبقى جاب الكمبورنت اللي انت هتشتغل عليه ليه؟ لان دي بقى لو انت بصيت في كود الكهرباء السعودي هتلاقي تقريبا اكثر من ربع كود بتكلم عن السفت لان فعلا اكبر خطر في اي حاجة في الدنيا الكهرباء فهتلاقي البرانش بتاع السفت في الكهرباء واخت اكبر حيث مهم جدا ان احنا نيدي على الواحدات الميكانيكية دايما الواحدات خرية التكييف او بمب مضخمة اجعل مضخمة نفس الرفاصة لان ممكن يبقى وحدة الكهرباء اذا كانت فاصل من كهرباء وانت اطبعت ودست على سويتش فتخيل لو واحد السويتش ده بيعمل وقف الحاجة فيها كهرباء واحد دلوقتي راح تجد بسرعة وانت اطبعت وانت اطبعت وانت اطبعت وانت اطبعت فلازم يبقى تركب ديسكو نيكسويتش اللي هو الفاصل الميكانيكي عن الحانة والأجاب الحانة ترجمة نانسي قنقر